قانون الإضراب ربما نسبق الترتيب ذي الأسئلة قانون الإضراب هو قانون تنظيمي المفروض أن نكون في بلادنا قد صادقنا عليه خلال الولاية التشريعية الأولى لما بعد الدستور قدمناه البرلمان درنا ذكي اللي علينه من ناحية الدستور لكن المفروض أن القوانين حينما تودع في البرلمان يجب أن تناقش يجب أن نناقش القوانين حينما نودعها في البرلمان هذا القانون الآن عمر أكثر من عشر سنوات في البرلمان حوالي عشر سنوات بالضبط أعتقد أنه جاء الوقت لكي نناقشه نناقشه في إطار ماذا؟ في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب كل هذه الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي وأنا عبرت عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي الحكومة تلتزم بها من كي يكون الإمكانية للتأجيل ويطلب التأجيل يعني الحكومة تستجيب وهذا ما وقعه لأنه المفروض أنه النقاش يكون تلق فيه لأسبوع الماضي فالنقاش مرة الأخرى الآن غادي نمشي للجنة سوف نبدأ في النقاش التفصيلي سوف نستمع وبناء على هذا النقاش كله غادي تضح الرؤية بخصوص هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر